اشتركوا في القناة مثل ما تلاحظ امامك احنا اخذنا بهذه الصفحة اللي موجودة 34 اللي هي اندينجرد انيمالز يعني الحيوانات المهددة بالانقراض اخذنا هذن الاسماع هن هذن المفردات بهذه الدرس وايضا اخذنا ترتيب الصفات اللي كانت اول شي بها لازم نكتبت جنرال اجكت في الصفة العامة وبعدين الالوان الكلورز وبعدين اكو شي ضاف لك كياب الاخير اللي هو الماتيريال المادة واخر شي الاسم المراد وصفة هذا هنان اخذنا ترتيب الصفات ننتقل المن ننتقل لهذه الصفحة صفحة 35 كانت عندنا قطعة هذه almost extinct قطعة مهمة جدا وكان عليها اسئلة وهذه القطعة تجينا بالامتحان التحريري هذي احد القطع المهمة بعد ايش اخذنا بهذه الصفحة اخذنا first conditional F الشرطية الاولى تدير بالك عليها هذي صفحة 35 جدا مهمة F الشرطية جدا مهمة وكذلك القطعة هذه اللي هو الدرس الثاني مثل ما تلاحظ ايضا مهم جدا بعدها هذا فؤاد فون ما اخذنا عليه شي يعني ممكن ليش مهم بعد now you to green هذا ايضا اخذنا البادئة recycle reuse retake rehated يعني بمعنى نشتعني لهذه تعني ان نعيد الشي again مرة اخرى فريزاد فعل يعني شي طيني طيني عادة recycle عادة تدوير retake يعني اخذ مرة اخرى reuse عادة استخدام replay عادة اللب فهذا كان فقط على هذا الصندوق يعني موضوع بسيط وجميل ايضا عدك هنا the environment what are the effects of oil and gas pollution هذا عزيز الطالب كان عندك انشاء البيئة اوكي بحماية البيئة كان على هذا الصفحة الانشاء الاول كان على هذه الصفحة انشاء البيئة سامة بي انشاء البيئة هذه الصفحة انشاء البيئة بعد نكمل هذا ايضا تابع للانشاء نجي المن نجي الهاضي هذه هنا بهذه الصفحة صفحة اه اربعين فورتي اه هنا اخذنا موضوع قواعدي مهم جدا مثل ما تلاحظ امامك اللي هو ال offering to help ال offer العرض make an offer سوي لهذه الجملة عرض هذا الموضوع مهم بالسادس العدادي وايضا هنا مهم يعني ينطيك واحدة منها ذني مثلا اه فيد دي باي بي لايون اوكي يقلك make an offer to help سوي مساعدة عدك ذني اربع صيغ اي وحدة تستخدمه مثلا يقل اي شال اي واجيب هذي وخلى علامة الاستفهام بالاخير اذا اقل لك اغري وافق اكسبت اتقل اس اذا اقل لك اه بعدك وفكر اخرى good idea اما اذا اقل لك project refuse اوكي no thanks يعني اذا تريد ما تقبل no thanks وتكتب اما هذي يا اما هذي فبهذه الصفحة كان عندنا ال offer موضوع جدا ما نكمل اهنان هذا موضوع القواءة موضوع الانشاء الثاني اللي هو producing تقليل اللي هو التلوث from cars من السيارات فهذا الانشاء الثاني كان على هذه الصفحة اما هذا ال oryx المهة العربية غزال المهة هذا يعتبر قطعة استيعابية يعني نجيبها بالامتحان التحريري عليها اسئلة وعليها صح وخطأ بالكراسة فمثل ما تلاحظ هذا الدرس اللي موجود بصفحة 42 مهم جدا عليها اسئلة يجيك بالامتحان التحريري سواء كان كورسي او سواء كان شهري اما هذا المربع يحتيلك على اختصارات مثل اختصار ال is شون الصير اختصار ال not شون الصير فهذا موضوع بسيط ومتكرر عندك ال round up مراجعة راح يحاول يراجع لك المواضيع اللي اخذته اتا بالوحدة كلها ولحد لهنا انتهت المراجعة بالنسبة للكتاب راح ننتقل المن راح ننتقل للكتاب النشاط مثل ما تلاحظ امامك عزيز الطالب unit 3 lesson 1 الوحدة ثالثة الدرس الاول صفحة 54 عندك هذا هنا مجموعة شون articles لن التعاريف تعرف بيهن ادوات تعريف التنكير وعندك هنا صفات general adjective وعندك هنا كالرز الالوان وعندك الاشياء اللي تريد تصفها انا قلت لك بالبداية اول شي شرحناه بالوحدة الثالثة هو ترتيب الصفات وهذا الدرس يحتي عليه نكمل هذا مو مهم طبعا هاي هنا لحنطيه كان الدروس المهمة والغير مهمة هذا الدرس او هذا التمرين مهم جدا 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 على شنو يحتي يحتي على القطعة الاستيعابية مع الحيوانات الاربعة عليها اسئلة هذا انه مهمات جدا جدا يعني قد ما تتصور هذا مهم اما هذا يحتي لك على اف الشرطية الاولى وهذا بهذا التمرين صفحة 55 هو مخصص من اف الشرطية الاولى وبعد راح يضيف لك تمرين اخر راح اشرح لكيها ان شاء الله هنا عندك هذا الرينا هذا الوحيد القرن هاي مقتطف عليك extract مقتطف عليك فتشيحة عليك لكن الشي المهم هنا عندك look ويجي وراها adjective وعندك look like يجي وراها noun هذا مهم هذا يجيك اما اسقاض يا اما يجيك بين اقواس يعني يجيب لك هذا شي يقلك بين قوسيا اشتختار looks looks like فانت تجي تباوع هنا اذا شفت صفة لازم تختار look اما اذا شفت اسم لازم تختار عزيز الطالب لازم تختار look like اذا look like يجي وراها اسم و look يجي وراها فعل او صفة هسا هذا صفة 56 نكمل هذا على اف الشرطية الاولى هذا على اف الشرطية الاولى first conditional مثل ما تلاحظ هذا التمرين مهم اما يجيب من عنده يقول لك correct صحح لي مثل ما شارح لك اف الشرطية او يقول لك اربط لي اوكي فهذا التمرين مهم جدا بعد هذا حد شي قدنا هنا انا اهمه مو كلش مهم هذه الصفحة 58 مو مهمة نجي لهنا ايضا مو مهمة نجي لهذا التمرين هذا التمرين احتمال يقول لك اربط الجمل match the sentences اربط لهذا الجمل احتمال يجيب لك يا بالامتحان بال vocabulary بالمفردات وانت تمرين الاسقاطات احتمال يجيب لك مثله اوكي فهذا بالنسبة ل vocabulary المفردات هذا تقدر تستخدمه كنموذج ان شاء اوكي بعد عندنا هذا مو مهم نجي لهذا هذا هنا انا على ال offer تمرين العرض شون انك انت تستخدم shall i shall i would you like me عن الصياغ اللي موجوده بالعرض وان هذا تريد توافق او متوافق accepting او refusing فهذا اني العدوات لاحظ هنا high refusing high accepting high accepting اوكي اوكي فهذا على الارض تمرين مهم جدا وهو الموضوع بحد ذاته مهم هذا اني مو مهمات نجي لهذا التمرين طفرة ما عرف اش جابه لهنا هذا التمرين يحكي له على question tags على الاسئلة الذيلية اللي اخذناها بالوحدة السابقة فهذا التمرين ايضا مهم احتمال يجيب من عنده بالامتحان الكورسي ما تقدر تقوله لا ليش لان من ضمن المادة نكمل الدرس التاسع ما عندي شي بيه ماكو شي مهم لحد لهنا هذا ايضا مو مهم نجي لهذا هذا يحكي لي على غزال المهل القطعة الثانية بالنسبة لقطع الكتاب هنا عدة true false وايضا استاذك ابو المادة يسوي لك عليها مجموعة اسئلة لكن انت توقع مية بالمية يجيب لك واحدة مثل هذا انا جبت الطلابي جبت لهم هذه مرة باحد الامتحانات جبت لهم هاي النقطة الاحتمال اغيرها جيب هاي او هاي بالاضافة الى الاسئلة اللي انا منطيهم اذا ها التمرين صفحة 65 مهم جدا جدا ادير بالك علي عزيزي الطالب نكمل نشوف ايش عندنا تمارين مهمة هذا التمرين مو مهم هذا التمرين ايضا مو مهم نجي لـ revision المراجعة دير بالك بها تمارين مهمة هنا ماكو شي ما عندشي لحد لهنا هذا ايضا مو مهم نكمل صفحة 69 عبارنا ما بيه شي سبعين ما بيه شي اه نجي التمرين بي بصفحة صفحة 71 هذا التمرين بي مهم جدا يجيب لك يا الاستاذ اسقاط يعني شنو اسقاط صندوق مثل هذا يقول لك في الواقع يعني اجيب هذني الفعل تخلي ليه هين بيه هذي الجمل فهذا الشي مهم جدا جدا تدير بالك علي يا عزيزي الطالب احتمال يجيب لك يا اسقاط اما تمارين سي فاحتمال يجيب لك أربط أيضا نفس ما قلت لك write the correct letters in the box يعني هنا أربط هذن الجمل مع هذن الجمل حسب المعنى تمرين أربط الجمل بعد عدك تمرين دي مهم جدا يحتي لي على ربط F الشرطية نربط أول بداية الجمل وبعدين نصحح حال الأفعال اللي بين قوسيين هذا التمرين مهم جدا إلى علاقة بF الشرطية الأولى هذا مهم التمرين جدا تدير بالك علي من التمارين المهم أخيرا هذا التمرين يقل لك استخدم وال أو شل أو إذا لا هذا ولا هذا صح خليلي X هذا أيضا يحتي لي على F الشرطية ويحتي لي على المستقبل فانا شل إذا عندك سؤال عندك سؤال تستخدم شل بعد لازمش عندي حتى أستخدم شل أول شي سؤال وثاني شي لازم يكون الفاعل يا أما آي يا أما وي إذن هاي الجملة لازم شل وهذه الجملة لازم شل وي شل آي شل وي خليها ببعلك شل آي شل وي بعد البقية يا أما نخلي وال في شرطية لاحظ وال يا أما نخلي كروز لاحظ لنا انتهت درسنا وانتهت مراجعتنا للوحدة الثادثة انتظرونا في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة